موسيقى لأنه يعني كأنهم فهموا أن القرض فرض وفهموا أن القرض بفائدة وفهموا أن القرض ممن لا يستطيع أن يوفي بالقرض والأمر ليس كذلك هي القضية أن الاستطاعة صحيح هي التي تفرض الحج فالحج ده مش مفروض عليه أصلا لكن إحنا مش بنسأل كده بنسأل هو راح استلف حجه مقبول ولا لا يعني إحنا مش بنسأل أنت تسترف ولا ما تسترفش مش هو ده السؤال ما تسترفش ما تسترفش أنت حر الحج مش فرض عليك فكل كلامهم صح لكن المشكلة مش كده المشكلة بيجي لي يقول لي أنا عندي موسم قطن والقطنة يجيب لي مبلغ بس القطن ما هواش دلوقتي فأنا عايز هسترف من ابن خلتي ومن غير فوايد أو في شركة بتطلع بالتقصيد ولما يجي القطن هسدد واخد بالك إزاي هات السؤالة هو اللي هو السؤال المتعلق بالفقه مش تستلف ولا لا لا أنا عايز الفقه بيقول له ينفع إن أنا استلف واروح أو ينفع لو عنده أصل ثابت ممكن أصدق مؤجل عائب بتاعه مؤجل هيسد مثلا مبلغ الحج مثلا مثلا أو شركة بتقصد أنا ليه عندك دين نعم خمسين ألف جنيه بروح هسترف أو بروح الشركات بتاعت التقصيد دي نعم بقول لها بتحججه قالوا لي خمسين ألف جنيه قلت عمر مليء وهيسدد فروحت بحيث أن أنت تبقى تسدد له وقادي لك فرصة هم عايزين فرصة سنة قادي لك أنا كمان بدل ما هو حل عليك دلوقتي وأنت مزنوق قادي لك فرصة سنة إنك أنت تسد ولا فيه فوايد ولا فيه زيادة ولا فيه كذا ولا أي حاجة طب مولانا لو حد قال إيه أنا معيش الخمسين ألف بتاع الحج دول ومش قادر أحوش فهل ممكن أروح البنك وأخد قرد شخصي وأخد خمسين ألف أحج بيهم وأسد أنا مع البنك بقى على سنتين ثلاثة برحتي على أسات شهرية ينفع أخد مبلغ من المال كامل تحت إيدي يعني عشان أسأسقض الفرض مش عارف أحوش خمسين ألف ودي ناس كتير لا يعني معلش لأنك أنت معلش سألتني سؤالين من السؤال واحد فواحدة واحدة حضر بتقول لي أنا معي خمسين ألف لا ما معيش ما معكش خمسين ألف ما معيش خمسين ألف اللي ما معهوش ما يلزمهوش اللي ما معهوش ما يلزمهوش طب حتى لو إنما إحنا بنتكلم ولا هذا يقصت ما يقصت للشركة الشركة بتقول لك أنا بطلع بخمسة وثلاثين أنا أطلعك بخمسين وسدد لي تلات تلاف جنيه أو أربعة تلاف جنيه كل شهر تشكري حاضر وطلعت معاه السؤال الحج ده مقبول ولا لا يسقط به الفرض ولا لا نعم مقبول ونعم يسقط به الفرض أدي الصور لكن أروح أدي نفسي للبنك بخمسين عشان ياخدهم مني ستين على إيه ده ليه كده يبقى كلام الإخوة ده كله ده صح عافظ